السلام عليكم الله يمسيكم بالخيل هذا بيردال عقيم كل ما تزوج له واحدة تجلست معه فترة ما قدرت تصبر تبعيها اتركته تزوجه الثانية اتركته الثالثة اتركته يوم والأيام جاء خبر الموظف هذا انه واحد موظفين توفى وعنده زوجه وعنده عياله صغار يجتمع الموظفين قالوا واش رايكم نبي واحد منا يكفي العيالة الخوينة اللي توفى قال واحد منه ما بشره انا اكفي العيالة قال واحد من اللي موجودين قال يا فلان انت ما انتم متزوج اش رايك تتزوج زوجة خوينة تتزوجها وتكفي العيالة بس انت قسبت عجر العيالة قال والله ما عندي مانع بس انا يا رايجي تراني عقيم كل ما تزوج تري واحدة حي يحتاج تصبر يومونه عيال وخاف هذه ما ترضى قال يا رجال نروح لابوها ونجس معه ونكلمه وكلمه عند بينكم بينها كان خاص تم يقول يروحون ويكلمون ان الرجال ابو زوجة خويهم يقول يكلمون ويسوهم مع موعد ويجون عنده بالبيت قالوا يا أفلان عندنا خوينا من أطيب الرجال خوينا ويبغي يتقدم لبنتك ويبغي يعيليها لا يترام قال والله إني ما عندي مشكلة يقول ما ألقى حسن منه بش لازم أشاور المرأة وكذا أشاور بنتي قال قال الرجال هذا كابغاك في كلمة يقول يجي معي على جمكة يا أبو فلانة ترى أنا عقيم وكلما تزوجتي واحدة أيت تصبر معي أنا بكفل عيتام بس أبقى تكلم بنتك إذا هي توافق وإذا ما وافقت الله يسترعين عليها يمكن يجيها واحد أن أفضل مني قال إن شاء الله خير أنا بكلمه إن شاء الله خير يقولوا بقى أرد عليك بعد أسبوع تجي يقول يوم جاء بعد أسبوع بيرد عليك قال لها بنتي وافقت وتعال حياك الله يقولوا يجاء وفرحوا الموظفين زملاء وكذا وملكوا يقول يوم تزوج ودخل عليها وكذا يقول صار يعامل عيال خوية هذا الأيتام معاملة طيبة يقول كأنهم عيالة يقولهم ما جاءت عيال يعاملوا كأنهم عيالة وأي شيء يبون يحتاجونه يوفر لهم يقول يوم خذوا له وقت يقولوا يجي خبر أنه زوج تحامل سبحان الله عقيم سبحان الله الله كتب له الذرية سبحان الله معاملته للأيتام ووقفته لهم ويراعيهم كأنهم عيالة سبحان الله سبحان الله سوى خير وربي جزا بالذرية وهذه قصتنا انتهت إن شاء الله نعنا على تهل عجاب الجميع واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن سبحان الله سبحان الله